دلوقتي بقى نتكلم مع حضراتكو عن المحصول الاستراتيجي المهم وهو الأمح لو أخدين بقى لكم دولة بتولي هذا الملف اهتمام كبير جداً وشايفين إنشاء الدولة لخمسين صوماء حديثة لتخزين الأمح بدل من الشوان اللي كنا بنخزن فيها زمان وكاد بتهدر الأمح طب ليه بنعمل صوامع عشان فيه زيادة في إنتاجية الأمح طيب إحنا هنا في توشكة بننتج قد إيه مخطط قد إيه كل ده هنعرفه بالتفصيل من المهندس هيسن فوزي رئيس فرع المحصيل في مزرعة توشكة أهلا بيك بيش وانس أهلا كمان المهندس سهاني أحمد الفئي نائب رئيس فرع المحصيل في مزرعة توشكة منورنا بيش وانس أهلا بسهلا في البداية كنت أعزين نطمن الناس لا بسم الله نحن رحبت بقى أولاً الحمد لله لكل حال الحمد لله الوقت عبقائز جداً ممتاز إحنا كشركة استصلاحية بدأنا الحمد لله يعني إن شاء الله بإذن الله السنة دي فيه جديد بإذن الله إن شاء الله متوقع أنхру نوصل لتلاتة طن بإذن الله في المساحة الليلة المزرورة عندنا. الإنتاجية بتزيد? آهء الحمد الله رب العالمين. لا تتكلم على المساحة. تتكلم على الإنتاجية. الحمد مому أن الأرض تقدم طبعاً كل ما في Czyli في في الطبيعة بتاعتها. كل ما بزيد 최고 بتاعنا إن شاء الله بإذن الليلة. فإن شاء الله نطمين نسيحة. طيب عظيم. محصلنا عمل ايه؟ محصولنا كويس الحمد لله الموسم اللي فاتل كان خمسة عشرين الف فدان كانوا مزرعين بودتهم افضل السنة دي ومن بداية المحصول بتاع الموسم السنة دي دخلنا في البداية قبل ما نبدأ زراعة طبعا تم تحليل الارض عن طريق التعاون مع مراكز البحوث الزراعية وبناء عليه احنا بناخد التحليل دي وبيتم عمل برنامج التسميد ليها بيتم زراعة المحصول الامح وفي اه توصيات واسترشادات من مراكز البحوث اه بتجلنا طبعا اه بنمشي بناها بنتصرف بناها عليها وابيتم تنفذها في الارض اه والموسم ده ان شاء الله بامر الله هيكون بافضل من الموسم اللي فات اه في الانتاجية ان شاء الله في الانتاجية طب وفي الجودة لا طبعا الجودة الحمد لله يزار فل الحمد لله باشمش كنا فائد خالص يعني الحباية كويسة الحمد لله ان شاء الله دي بتاع هيكون كويس في الصوامع او مطاحت. طبعا احنا ان شاء الله بازن لك شركة. احنا بدأنا نتوسع فيعمل صوامع آآ لينا عشان نخزن فيها كمية الامح يطلع لنا. بدنا نطلع مكان تاني يعني نخزن فيه. احنا طبعا الحمد لله اربع عامين بنستعين بملاكز البحوس. آآ في الجاوزة بتاعتنا بنستعين بمعامل الاراضي برضو عشان خطي برضو الارض. بنوصل لاعلى ومستوى ان شاء الله بازن الله. طيب احنا بنشوف في بعض الاراضي الامح مش في نفس الارتفاع ده. لا هو بيختلف من تربة لتربة طبعا. آآ. بس بالحمد لله يعني كله مستوى واحد يعني بتتسعين في مية ان شاء الله. هو كله مستوى واحد ان شاء الله. طيب ده عظيم جدا. احنا مخطط ان احنا ننتج قديل الفترة اللي جاي. ان شاء الله ما نقلش عن ثلاثة طني. تاج الفدين ان شاء الله بعمل ده ما يقلش عن ثلاثة. هو ان شاء الله بازن الله يحسن يعني عشرين الأرداب هو في الأرض الطونية بيوصل من 18 إلى 19 أرداب لكن إن شاء الله بإذن الله بمساعدة الملاكس البحوث وبمساعدة الدكتر الجنة إن شاء الله كل أسبوع يعني إن شاء الله يوصل بإذن الله 3 أطين يعني حوالي 20 أرداب يعني أفضل إن شاء الله بإذن الله من الأرض التي هي في الزراعة تحت طيب لو فضلنا بنفس الوتيرة دي مع العلم إن إحنا كل سنة المحصول بيزيد طيب إحنا إمتى نحق اكتفاء ذاتي لأن هذا السؤال مهم تمام هو استهلاكنا دلوقتي طبيعي الاستهلاك بتاعنا في عدود من 20 إلى 21 من لونتن ده استهلاك المحل ده الاستهلاك بتاعنا آآ التركيز بتاعنا في التوسع الرأسي مع الأفكي عن طريق إن إحنا نزود الرواقع مساحة الرواقع الزراعية وفي نفس الوقت زيادة معدل الإنتاج للفدان اللي اتنين دول بنشتغل عليهم إن شاء الله بأمر الله فقارة بعض نوصل لإكتفاء ذاتي طيب عظيمة إحنا بننتج أديه 9 مليونتن 10 مليونتن طيب لو فضلنا بنفس الشكل ده هو بفعل ربنا إن شاء الله إن شاء الله يعني بإذن الله يعني من ثلاث سنين إن شاء الله نكون وصلنا أحنا إحنا عايزين نطمن الناس نطمنهم الحمد لله إحنا في رجلة هنا موجودة آآ بنزل عم حصول الاستراتيجية بيعنا اللي هو الأمح هو الحاجة الرئيسية عندنا إن شاء الله كل سنة في توسع في مساحة بتزيد هم يدين في مساحة بتزيد بإذن الله وفي ملاكس بحوث موجودة معayنا إن شاء الله احنا هنوصل ان شاء الله اعلى انتاجية وان شاء الله يتعملوا بإذن الله عظيم يعني احنا سنة عن سنة بنقلل فاتورة الاستيراد طبعا طبعا تفرق معنا ان شاء الله سنة عن سنة بيبقى فيه زيادة في الانتاجية معنا كبير مشروع كبير زي ده ومشروع املاق زي ده عوائدوا ايه على الاقتصاد المصري وعلى قطع الزراعة بشكل عام هو طبعا زياد طراقة الزراعية اصلا بتساهل حاجات كتير جدا يعني فيه ايدة عاملة موجودة عندنا كتير احنا عندنا ايدة عاملة عمال والناس موجودة كتير جدا حوائدها تلاف ومئتين عامل موجودة عندنا هنا فيه بنساهل عمل مركز البحوث فيه بنساهل المكانة الزراعية اللي موجودة اه الحمد لله رب العالمين احنا نوصل لأعلى مستوى دلوقتي في انتاجياتنا اه يعني ان شاء الله وإذن الله نطمن دنيا كلها ان احنا ان شاء الله موجودين وربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله وطرق الزراعة مختلفة تونس الزراعة بالنسبة للميكانة الزراعية التي نستخدمها طبعاً نحن كان متصادلنا من سيادة الرئيس ب3 مليار جنيه عشان خاطر الميكانة والمساحات الزيادة التي دخلتها معنا إن شاء الله للموسم الجاي مش أقل من 400 ألف فدان المعدات التي نستخدمها بالنسبة للأمحة من بداية الاستصلاح المعدات التقيلة اللوادر أو الزراعات سطرات محاريط كل المعدات اللي بتستخدم في استصلاح وتجهيز وزراعة الأمح حتى الحصاد من شاء الله دي بتبقى موجودة وعملية الرئي كمان وعملية الرئي طبعاً في الفتاة كده زي ما حضراتكم شايفين في توسع أفقي وتوسع رأسي مجهود كبير جداً بيبزل هنا لزيادة مساحة الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة المحاصيل وزيادة الإنتاجية كمان في المحاصيل المنزرعة ومن هنا نقدر نطمن ونطمن الناس بأنه اللي جاي إن شاء الله كل الخير لمصر بأن مصر إن شاء الله هترجع وقريب جداً سلت غزاء العالم نشكر حضراتكم شرفتونا ونورتونا المهندس هيسن فوزي رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكا شكراً لك يا فن والمهندس هاني أحمد الفئي نائب رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكا شرفتنا فن شكراً لك شكراً لك شكراً لك المترجم للقناة